ادعاف قدام عينيها بلا ايراد وخحها لفعلها ولكن مليست رجع شنو شافنها رجع رجع ليه داك الكم الهائل ديال غضب شدها من دراحها بجوج وازدحها مع الطموبيل كيهدرت حسناه قال ليها هادي هي الخدمة اللي باغت خدمي هاده هو حلمك انك تكوني صحفية ولا صافي دارت ليك في الخووق اللي بتيها تصل قيلت اهدري بدك يحرك فيها وقال اهدري غادين بدك تكتبكي وقد حرك راسها بالله قال ليها صخر ودك الشياطة ديال صحيبك قابل ليك على هاد الشي فين مشات الرجلة يك ما طيحها في شي قلت مخليك تبوزاي مع السلاقت غادير قالت الصخر سمعني ادفحها وقال اه سمحي لي تنظن ما بقاش عندي الحق نتدخل فيك وانتي عندك واحد اخر في حياتك وانسيتي هاد بنادم غادير كتحرك راسها يمين وشمال وقالت اللا قاطحها تاني وقال كان حس بالغباء وانا جايك نقلب عليك وتابعك بحال كلف ولكن مزيان كان خاسني نشوف بعينيها باش نقدر نخرجك من حياتي في خطرة كانت منى ليك السعادة في حياتك الجديدة داروا ركفت موبيل وتحرك بسرعة حتى تحكوا الروايد في الارض خلاها مصدومة من هضرتو واخر جملة كتتردد فودنيها يعني صافي كل شي سهلة دخلت للشريكة ومشات للطوالات كتجري سدات عليها وعطاتها اللي بك حتى بغت تسخف مشا بلا ما يعرف شنو داز عليها في غيابه وش حال عانات وكانت محتاجة ليه فهم دك الشي كيف بغى بلا ما يسولها شنو بينها وبين راكان كان خاس ويستفسر هو اللو والعادي حكم هي عمرها ما خلاته يقرب ليها ولا يمسها بطريقة حميمية كتعتبره في متابة صديقها وطبيبها اللي خرجها من البؤس لا أقل ولا أكتر علاش هو استنتج دغيها باللي بدلاته ونساته كيفاش تستهان بأن مشاعرها اتجاهه تكون بهاد السطحي وتنساه في هاد المدة القليلة هي غير ما زادت بغاته كتر وتعلقات به في هاد المدة وكلمت وحشاته قليلة باش تعبر على دك شي اللي حستات به في بعده عليها هاد العام خرجات من الطوالات بعدما غسلت وجهها ورجعت للستوديو واعتادرات ليهم واعتادرات للعارض اللي نزف من نيفه ما قدرتش تكمل جلسة التصوير بتلات عليها وخرجات وتمشيت غير على رجليها غادة ومرة مرة كتطيح دمعة من عينيها صخر رجح له وطيل كيغلي الداخل دياله في نزاعات واحد الراس كيقول ليه سير جرها وديها مهاك صحة وناخر كيقول له خليها عليك قربك منها كيجيب لها غير العذاب والتعاذة شفتيها كيف حيشة هانية وكتضحك واسترجعات صحتها وحياتها بدل حويجو وخرج مشال أقرب بواط ودخل وقلس في مكان بعيد على البشار جابوا ليه مشروب قوي كيف ما طلب عمر كازو ونزل عليه دقة وحدة ورجاع عمر لآخر كيشرب وعقله معاها حاس براثه ضايع ومعارفش شنو يديه جال هاد البلاد على أمل يرجح بيبتو معاها ويتجمعوه في مرة حتى كيلقاها في حضن ودخالته والضحكة ما بفارقاش وجهها حس بألم كبير فشاف داك المشهد ما خسهاش تضحك مع شي حد من غيره ولا تكون فرحانة وهي معاراج الأقوة هي عارفة را كان كيبغيها وبقات معاها واعلم الله شنو قع بيناتهم هادو هما الأفكار اللي كانوا كيدوروا في راس صخر وكيحفروا في قلبه الصخر كمل القرعه وناد خرش ركفتهم موبيل ديالو ديما رمح بسحتال قدام الدار في نساكنة غدير تقاد في القلسة فشافها جاية هي وبنت خرى باين عليها كورية وهازين بلاستيكات في الدهون كان باين عليها الحزن وخاكت تضحك مع البنت الخرى زير على الفولوم بإيديه وكيلعان فرازو حيث بنت إيدو عليها أما هي ما شافتوش حيث الطموبيل زاجها في مي دازو من حداه ودخلو للدار واتباحا بعينيه لي مالهم الشوق أحتد سد الباب خرج من الطموبيلة وقب قدام الدار ومد إيدو بغا يدقو هوير الشحة في آخر لحظة دار بسرعة وركب سيارته وتحرك من تلماك وذات وجا يوم جديد كان ناحس فوق النموسية حتى كيسمع رانين الهاتف مد إيدو الكوافوز وهز ودوز الخط وحطوه على ودنيه حتى كيسمع عمار قال له إمتى غادي ترجع قال لي السخر صبحنا على الله مالك بيتك تحلم بيا عمار قال له من الأحسن ترجع في أقرب وقت ممكن حيد خوتنا بداو كيهبشو موراك وقيل شاكين باللي راك باقي حي صخر حل عينيه وتقاد في القلسة وقال أوكي غدا غادي نكون سماك وجد كل شي قال ليه عمار كل شي واجد خاس صغير ترجع قطع صخر وناض خدا دوش والبسح ويجو وخرج من لوطيل وركب في التموبيل وزاد نيشان لدار غدير نزل من التموبيل ودق في الباب وحلات ليه سوجين ادخل بلحتة كلمة سوجين عرفات وشكون سدات الباب ونعتات ليه بيت غدير وقف قدام بيتها اللحظات وحلوا ودخل كانت ناعصة فوق نموسيتها وعاطيها بالطهر حسيت بالحركة في البيت ودورات وجهها حتى كتفاجأ بيه في بيتها غمضات عينيها وعودات فتحاتهم اللي تكون كتخيلوا منلي حلاتهم من جديد تأكدات باللي فعلا هو وماشي مجرد تخيلات خاصة فش قلس جنبها وحط ادو على راسها كيدوزها على شعرها قال ليها سمحي ليه غلط فش جيت عندك لهنا منلي عرفت باللي عايشة بخير وبريتي كان عليين خليك وما نكونش آناني لهذا الدرجة كون وقعت ليك شي حاجة بسببي عمري ما كنت غادي نسامح راسي نساي الماضي وعيشي حياتك وشوفي غير القدام كانت منى ليك السعادة تحضر باسها من راسها بوسا طويلة وخشا يديه تحت ظهرها وجرها لعندو خشاها في حضنه وزير عليها بقوة استنشق ريحتها الآخر مرة ونزلت دمعة من عينيه وناد خرج من الغرفة بلا ما يتلفت اركفت موبيل وزاد ابقات هي كيف الجمال مستوعبات شش نترا حسيت باللي عمرها باقي غدا تشوفه داك شي مناش كانت خايفة وقع الوعد اللي اعطاها باللي عمره يتخلى عليها في نمشا ها هو ودحها وسمح فيها يعني قصة حبهم وصلت لنهايتها وصل المغرب خرج من المطار ولقى سيراج واقف حد الطموبيل دياله كي تسناه استقبلوا سيراج بعناق حار بحالة يلاحس بيه محتاجه اركبه هو وياه وتحركه قال لي الصخر ما باقيش نمشي للدار الغت ليه خرجوا ركفتوا موبيل دياله ومشا ديري كتل المركز داخل كيتمشى بخطوات كبار وخاشي اديه في جياب سترواني اللي شافو كيتصدام كيفاش الضابط صخر بن يزيد حي الصدمة كانت باينة على وجهه اغلب رجال الشرطة ادخل ولقى عمرو مرادو رانيا واقفين والعقيد جالس فرص طبلة اللي ما كانش متفاجأ بظهور صخر لانه هو الوحيد بجانب فريق صخر اللي عارف باللي باقي حي القى عليه الصخر التحية وجلس قال ليه العقيد على سلامتك عمر شرح ليه كل شي مستعد لهذه الخطوة قال ليه الصخر اتم الاستعداد هو يقول العقيد بالتوفق قال ليه الصخر شكرا سيادة العقيد خرس صخر وفريقه ودخلوا للمكتب دياله كانت الطبلة عامرة بالمعدات حييت صخر الجاكيتا ولبس واقي الرصاص والصمتة اللي كدهز سلاح عمر المسدس وخشاه ببلاستو نفس الشي داروا الفريق دياله لبسوا واقي الرصاص وعمروا سلاحهم لبس صخر الجاكيتا وعداء اوامره عاد تحرقوا خرس سابق وركب هو وعمر في الطموبيل دياله ومراد ورانية في الطموبيل لموراهم تحرقوا للوجه اللي قاسدين شوية وكانوا قدام فيلا كبيرة نزل صخروا الفريق ووقفوهم ليقارد حتى جبد الشارة دياله عاد سمحوا ليهم يدخلوا كان قالس على طابلة الفطور كيشرب قهوتو الكحلة وهيز الصحيفة كيقرأ أخبار البورسة سمع الصونت لحاضات فقط حتى وقفوا عليه بربعة كيف تعرف على صخر خرجوا عينيه من بلاستون صخر جبد ورقة وخشاه ليه في وجهه وقال له مصطفى المجيدي انت رهن الاعتقال بتهمة اغتصاب وقتل الضحية بوروج لشقال مصطفى قال له شنو؟ واش كتخرف ولا مالك؟ صخر احته ببنيه وقال له تحرك وتقاد قدامه انو وريك تخرف كيف داير مراد تقدم مراد ودار المينوت المصطفى ودفعوا قدامه وتبعوه قدام القارد اللي ما كان بيديهم وعلو طلعوا مراد اللورد يا السيارة وهو غير كيسب ويتحلف باللي غادي يخرج عليهم كاملين تحركوا من تمامك ومراد ورانيا رجعوا بمصطفى المركز اما الصخر وعمر فمشاوا الوجهة التانية بعد دقائق وقفوا قدام فيلا اكبر من اللولة داير بها صور كبير وحديقة قد لخلة وبوابة ضخمة كيف اللول نزلوا ومنعهم ليغارد من الدخول حتى عرفوا بلي هما دبات وعندهم مذكرة عاد سمحوا ليهم بالدخول واقف صخر وعمر وسط الفيلة كي تسنوا فيه يخرج عندهم من بعد ما دخل احد ليغارد وعلموه بمجيء ضيوف غير متوقعين خرج من المكسب دياله لابس كونبليغري مخططوا هاي سيغارد ايتو كي تمشى بنخوا حتى وقف قبالة الصخر وحتى هو تصدب من رؤية الصخر باقي حي لحقاش خبار موتو كانت وصلتهم قال لي شنو شرف زيارتكم لينا قال لي صخر بصوت حازم الوزير سعيد بن طيب انت راهنا الاعتقال بتهمة اغتصاب وقتل بروش لشقل تفضل معنا اضحك الوزير وقال له نكتة زوينا هادي اغتصاب وقتل اه وشكون هادي تاني صخر قال لي ما تخافش حتى للمركز ونعشو لي كذاكيرتك مزيان تفضل توجه عنده عمر وبغي يدير ليه المينوت وهو يقول له الوزير خطوة جريئة منك هادي نتمنى ما تندمش على هادشي اللي كتدير صخر قال لي بصوت حالي باركة من الهضرة وتحرك خلاص كانوا لي قارد واقفين وبغاوا يدخلو حتى دار ليهم الوزير بإيدو يتراجعو مد إيدو العمر دار ليه المينوت وخرجو طلعوه اللور ديال الطموبيل ورجعو للمركز دخلوه لغرفة الاستجواب من غير ديك اللي كاين فيها مصطفا وبدون مقدمات بدأ صخر كيستجوبه كان جالس مقابل معاه كيشوف فيه بمكر وقال له واقلات فاجأتي فشفتيني الوزير بقى ساكت وهو يقول صخر آه نسيت باغي تلتازم الصمت حتى يحضر المحامي ديالك معلينا توهم اللي موج هادا ضدك واضحة وما كين لاش نديه ونجيبه في الهضرة حيت باقي خاصنا واحد واللي هو راس الحربة بقى ساكت شوية وقال توران اهز الوزير راسه في صخر بصدمة كيتعجب منين عرف بهذا الاسم بلا ما يحس على راسه رد فعله اكد لصخر باللي غادي في الطريق الصحيح قال ليه صخر سيكم توران قريب يشرفنا ونديروا لكم انتوما ثلاثة احسن اقامة في لوطين اللي كنت نازل فيه راسة فينستار والخدمة ممتازة واحتى المتعة موجودة غادي تتبرعوا لي مع راسكم قال ليه الوزير ابقى تحلم ووصل نهار حفل الخطوبة ودخلوا جوز سيارات مع الفيلة نزل راكان وحل الباب ونزلات غادير بفستان هالقصير دايرة ميكاب خفيف برز ملامحة الجميلة تأبطات دراع راكان وتوجهوا الجردة فين كينين المدعوين وموراهم صيف وسوجين اللي كانوا في الدموبيل الخراب رقية كانت كترحب بالديوف وصخر كان واقف بعيد وسمحك تعيط عليه وهو ويسع بانت ليه أسيل واقفة جن بروقية وتمشي على مهنه حتوصل عندهم وقف جن بمو مكره كانت باع الأنظار عليهم حتابل ليهم جوج سرباية جارين طابلة عالية حطوها قدامهم هبت صخر عينيه غير شف البواطة الحمرة محلولة ووسطها جوج خواتم وجن بها الحليب والتمر زير على إيده بقوة وعروقه بده وكيت نفخه والأعصاب كيلعبوا عليه بقى ليه غير شوية وينفاجر عليهم ويجمع كل شي شاف يمو اللي مادة الخاتم وهز عينيه كيشوف المدعوين احتل محا قال سجن براكان وسيف كانت كيف الكل كتشوف في جهتهم ومتبعة كل شي اختف الخاتم من إيد دمه وذير عليه بإيده حالي لابغا يفرده عينيه ما زال كيشوفه في جهتها اللي محا حضرات عينيها متجنبه نظراته وبدوره تلفته شاف جهة أسيل اللي مادة يديها له لبس لها الخاتم واحته هي هزات خاتم وشدات في الدم شاف فيها بحدة وكيصبر فراسو على هذا الموقف اللي ما كيتحسدش عليه لبسات ليه الخاتم وعلات الزغاريت دي الرقية وعيالات آخرين تصد الحليب باش يشربوا بعض على حساب التقاليد خلاها بلاكة وذات بلا ما يدور عندهم شاف صراج اللي واقف جنب مرتو وهاز بلدو ووصلي بعينيه باللي صافي ما بقاش قادر يصبر وهذا جهدو عليهم عينيهم شاوعه وتاني للجهة فين كانت قلصة وما بانتش ليه كمل طريقه وتوجه للجهة الخرا فين كاينة لسهل والبيزين وقفو خشا ايدوش بالتجارة شعلها كيكمي بايد والايد الاخرى خاشيها في الجيب ارجحش بد ايدو من الجيب وقابلها معاه كيشوف بالخاتم ولاح القارو عفط عليه وحيد الخاتم من ايدو بانطير ولاحو في وسط البيزين منلي شافتهم غادير غادي لبسو الخواتم ما قادراتش تحمل وخاقص حات قلبها ولكن ما بقاتش قادر وقفات وخرجات من تماك مسرعة ناط سيف بغي تبحها ومنعه راكان وقال ليه باللي غاديم شي هو تبحها راكان وبانتليه واقفة وسط الجردة وكتشوف قدامها وساهية حط ايدو على ذراحة ودورها عنده وبانو ليه الدموع هابطين بوحدهم وما كتصدر حتى صوت مد ايدو هزليها رأسها وشاف عينيها اللي عامرين الدموع وتقبط عليه قلبه ايدا ما زالك تبغير وما قادراتش تنساه حتى انها مستحملاتش تشوفه مع وحدة اخرى وهو شكون حس به اللي البنت الوحيدة اللي كيعشقها كتشوف واحد فقط لا غيره قال لي هاركان علاش غادير علاش كتعدبي فراسك وكتعدبيني معك هو انساك وباغي كمال حياته مع وحدة اخرى وانتي قالسة كتبكي عليه غادير بقدساك تود موحدة يزينه قال لي هاركان خليتك على راحتك وما حكرتش عليك واخا عارفة باش كان حس من جيهتك وكل يوم كان تعدب قريب ليك وما قادرش نقيصك كيف بغيت ولا نملكك سبرت وصبرت ولا بغيت يتحس بيا حتى انا باشار وكيحس وكيغير شدليها في ايديها بجوجو قال حس بيا شوية وعطيني فرصة تبتليك باناني انا اكتر واحد استحق مد ايدو كيمسح ليها في دموحها وعينيه كيتأملو كل انش فوجهها سايه ما بين عينيها وشفايفها كيقرب اكتر وكتر حتى بقات بيناتهم مسافة صغيرة وأنفاسو ولو كيدربو فوجهها دووز ايدو مورا خسرها وقربها ليه اكتر حتى اليد الأخرى على خدها وكيمرر صبعه بحنان غادير ما كانتش حاسة بحتى حاجة باقي منظر صخر واسير واقف جنبو وقدامهم الخواتم باقي بين عينيها احتفيقها من سهوتها شفايف راكان اللي تحطوا على شفايفها أما صخر واقف وولا كله حمر والنار كتنهش فيه في الداخل ديالي كان اسوأ منظر ممكن يشوفه في حياته راجل آخر حيت هاد الساعة ناسي واش كيجيل تصيلتو شي حاجة شاد حبيبتو كيقبل فيها حبيبتو دياله وما من حق حتى واحد يقرب ليها ولا يقيسها تحرك بسرعة البرق جبدها من دراحة ودفحها بعيد ونزل على راكان بالاكمة ديال غدايت ونزل عليه بالاكمات واحدة مورا لفراء راكان كيطاكي واحدة ويجيو فيه جوج وقفات غادير من الأرض حيات الدفعة اللي دار لها صخر كانت قوية وطيحاتها الأرض مازالة مستوعبات دكشي اللي دار راكان وكانت على وشك الدفعة حتى حسات بقبضة حديدية جبداتها من دراحة ولاحتها شافتهم شابكين وسخر تجنن كيسب ويغرق وعاطي الدق لراكان قربات لهم وبغت تفرقهم وكيف حطت إيدها على دهار سخر دار عندها وخنزل بها ودفحها عليه احتفقدات توازنها وكانت غدا تطيح عاود تاني رجح سخر كيبوني بفراء كان بكل قوته وكيقول له ياك ما الدشوار بك تبوز فيها في وسط داري اليوم غادي نقتلك ونرتاح من خليختك اليوم غادي نقتلك ونرتاح من خليختك غوتات عليه غادير بصوت عالي وقالت اوقاف سخر دار خنزل فيها ورجع بغي يكمل عليه قالت ليه غادير بعد منه ما عندكش الحق تضربو ولا تضخل ما عندكش الحق تضربو ولا تضخل فينا شكون انت باش تحاسب معاه داك الشي اللي كان بناتنا سالة واليوم خطوبتك وقيلها سير قابل خطيبتك وقيلنا عليك راكان استغل شروط صخر وهو كيسمع لكلامها وضربوا النيفو لاحو عليه ونات دوو الصخر ادو على نيفو مسح الدم وهز فيها عينيه كيشوف فيها كاعي على الكلام اللي خرجات من فمها وقفوا تبادل النظرات الحادة مع راكان قربوا البعضياتهم بخطوات بطيئة وكل واحد كيشوف لاخر بحقد جاويت شابكو من جديد باينا باغين يختموها وواحد يمشي للرودة ولاخر الحف مشيت بسرعة ووقفت وسطهم ويكتغوت على صوتها باراكا انا عييت منكم بجوش واش انا لعبة كل واحد باغيها لراسه انا راه انسان وانا اللي من حقي نقرر ونتحكم في حياتي شافت في راكان وقالت راكان ما تخلينيش ندير شي تصرف ندم عليه خلينا هانين ورجعت شافت في صخر وقالت وانت كل شي سالة وهنينا وصير شوف اشتع بعد جرها صخر من دراحة بقوة وقال شفتك تسرح لي كل سالة سالة ماشي انتي اللي كتقرر واش سالة ولا لا كتفعمي نطرات منه وقالت تلق مني قال راكان ساخر تلق منها ساخرش بد سلاح مورا ظهره ووجهه لراكان وقال له عقلتيح لدك النهار ياك اقسم بالله ومتهني الوقت حتى نخويه ليك في وسط راسك جر معاه غادير وقال لها زيدي انتفاهموا عن هدشي بعده وولو وولو غادير كتجابد معاه وكتقوله واتلق مني تلقني بغيت نمشي في حالي اش دايلي نجيل شي حفل ولا شي ضمر جاهل سراخة وجرها كيف الريشة وهو كيغلي راكان بقى واقف في بلاستو مغدل عارفوا يديرها اللهم ما يسلك معاه دخل هالاقرم مكان اللي هو لاصان وسد الباب وطرقه ودار عندها عينيه حمرين وعروقه من فوقين كانت دو طافي وغير دو القمر اللي داخل من الباب الزجاجي بدايت غاديرك ترجع باللور وصخر كيقرب حتى حبسها على الحيط نزلت عينيها في الفردي اللي في يدو ورجعت شافت فيه بخوف شافها فين شافت وعرفها خافت هزو وحك بيه راسو ولاحو في الأرض دار جوج خطوات ووصل عندها وكانها مع الحيط بإيديه وعينيه كي يطلقوا الشرار قال ليها علاش رجعتي قبطها من دريعانها بجوج وقال ليها علاش ياك عايشة تمك بخير وخدامة خدمتك الزينة ليش جاية علاش غاديرك تشوف ليه في عينيه وقالت بكل تحدي ماشي شغلك فيها نرجع أو لا هذا قرار ما غاداش نتشاور معاك شدها صخر من خسرها وورك عليها وهو يقول لها علاش خليتيه يقيزك علاش مخلياه يبوسك واش بغياني نطفيها لكم بجوج قالت غادير انت ما كتبوش طيبتك يوحتى أنا عادي يبوسني الشخص اللي غادي نكمل معاه حياتي شدها من فكها وقرب وجهها عنده وقال لها غادي نقطعهم ليه لا عاودها مرة أخرى وانتي غادي يكون حسابك معايا عسير سلنا يعليه حتى ينسالي ليك غادي يركا تدفع فيه من صدره وقالت واش انت مريض ولا مالك واعباد الله خاطب وجاية تحكم فيها أنا واعطيني بتي ساع النبوس اللي بغيت وزايدون ماشي أول مرة ساخر اضحك وقال لك دوب ما كتعرفيش ليه راه ماشي ناعز على ودنية العدسة إيلا عطستيها كتوصني يحساب ليك عايشة في بلد خراء وما جايب ليك خبار راكي كتحلم بدأوا عينيها كيتغرغرو وقالت ما كيهمنيش انهار جيتي وودعتيني اضرب تعليك في مرة ايدا كمل على خيرك وفوتني بغا نعيش حياتي بلا تعقيد صافي عييد رجح صاخر خطوة نور ودوز ايدو على شعره وقال انتي ما عارفة والو والو انا هاتشي درتو على قبل قاطعاتو وقالتنو كمل ما لك سكتي ولا ملقيتيش العذر اللي برر ليك شنو درتي ولكن انا غادة نسهل عليك الامور انا جيت باش نحضر لعرسك عرفتي علاش باش نحيدك من هنا حطات ايدها على قلبها وقالت بصيفة نهائية جيت نشوفك كتزوج بوحدة اخرى باش نقنع هاد القلب باللي صافه كل شي سالة ونفيق من الاوهام شافت فيه وقالت الله يكمل عليك بالخير انت وليتي الوحدة اخرى وهي ولات محسوبة عليك كانت منها تلقى معاها هادك شي اللي ما قدرتش نعطيه ليك تمات غادة جهت الباب احتى حسات براسها تجرات وتخبطات مع الحيط بقوة قال ليها سخي انتي ديالي وهاد الحقيقة هي اللي عمرها غادة تغير خاصك تدخليها لعقلك وقنق واللي ما باقي ما كيهمش قالت مستاحي ما خليش لي هالفرصة في انتكمل هادرتها وطاحة لشفيفها بقبلة حارة قاومات احتى حيات وقد دفع فيه وتعاود ولكن ما قدراش وهي رجع ليها منظرهم وهو غادي لبس الاسيل الخاتر فتحات عينيها ودفعاته عليها فتح عينيه وشاف فيها كتنهج وكتخنزر فيه قدت سميطة اللي طاحت من هلكتفها وقربات ليه وهزات ايدها ونزلت عليه بتصرفيقة على جهدها ودازت فيه وتمات خارجها سمعته شنو قال وكملت على طريقها بلا ما تعيره اي انتباه قال باقي تلبسي بحال هاديك الافضيحة نقطعهم ليك عصبيته تلاشات فور ما قبلها ومعقلش على راسه وشنو كيدين استسلم الاحاسيسه وتبع قلبه غادير كيف خرجات من تمناك مشات عند سوجين وقالت ليها باللي بغات تمشي للدار وبعد مورور ثلاثات الاسابيع جنهار العرس كانت قالسة سوجين فوق الناموسية ومتبعة عينيها الغادير اللي كتجمع في حويجها قالت ليها سوجين صافي غادت رجعي تاخدتي قرارك غادير كتلوح في الشنطة وقالت ما بقى عندي من دير هنا وعمري ما نفكرنا رجع لهاد البلاد اللي ما جاني منها غير المصائب سوجين قالت غادير بلا ما تنقري جيتي للمغرب على قبل صخر او للا غادير وقفات كتشوف فيها وقالت اعا جيت على قبله وخن كرحتان عيا ولكن من اللي سمعت باللي غادي تزوج تازات بيد دنيا وما قدرتش نتقبل انه غادي يولي لوحدة أفره وجيت على أمل يشرح لي ويأكد لي باللي باقي كي يبغيني ومن ثانيش وتصلح الأمور بناتنا ولكن لا هو اكتفى ما يدير حتى حاجة وكمل في هذا الزواج وخبنت قدامه عينيها تغرغره بالدموع وقالت باقي بغيت زوج بها أسوجين يعني أنا صافي ما بغيت كان عني لي هوالو قاطعتها سوجين وقالت وديك شي اللي عوتي ليها اللي وقع بيناتكم نهار الحفلة والهضرة اللي قال ليك غادي ر قالت شفتيه الغازواجه إلا أنا كان بالليه لعبة يخليها حداه وقت مبغى ويلوحه وقت مارش قاد ليه أما هاديك راه مكبر بيها وحطها وسط عائلته وباغيت زوج بيها وقفات سوجين وقربات ليها وشداتها من إيدها وقالت أنا كنظن صخر باقي كي بغيك ما تستسلميش وتندمي من بعد يا كنتي كتبغيه إيوه وقفي زواجه من هاديك وحاربيع لقبله غادير لي كنعرف ما كتنهازمش بهاد السهولة قالت لها غادير إلا كرامتي يا سوجين كيفاش بغياني نمشي عندو نهار حرسو ونقول ليه اللا ما تزوش بيها أنا رهباقة كنبغيك عمرها ما تكون هو اختارها الله يعونهم قررت ما نبقى نزيد في هاد البلاد دقيقة وحدة سوجين قالت أنت تعرفين نمشي نجمع حويجي كانت خارجة ورجعت وقالت آه ورا كان في خبار وغاديين غادير قالت را كان ولد خالته هاداك أكيد غادي حضر العرسو وخاي وقع اللي وقع ورا همشى الصباح عند خالته فاشتصلت بيه غادي نخلي ليه ميساج باللي رجعنا لكوريا قالت لها سوجين أوكي جمعات حويجها كاملين وبالثلاث طلقات شعرها من بعد ما قداته وهزات ساكدوا في ظهرها خرجات من الغرفة ودقات على سوجين وفتحات لها الباب وقالت لها غادير سوجين بقى هنا حتى نرجع بغيت نمشي لواحد البلاسة ما غاداش نتعطل تقالت سوجين فين غادا نمشي معاك غادير قالت لا خاصني نمشي بوحدي ما غاداش نتعطل عليك خرجات غادير والقاة التاكسي اللي اتصلات به كيت سناها ركبات وقالت ليها للوجهة اللي غادا لها دخلات رقية اللي في لنا وصيراج رافق العدول المكان المخصص للعرسال فين غادي درهول عكت طلعت رقية معاك تروج متاج هالبيت اللي فيه قاسي احتشفت الصخر خارج من بيته مستغربات من ايمتاجها قالت الصخر دار عندها صخر وقال مزيان من اللي شفتك رقية قالت له ايمتا جيدي قاعنا شفناك من اللي دخلتي قال لي ها الصخر ادخلت من الباب اللوراني وهي تقول آه تبارك الله على ولدي أوسم عريس في الدنيا بتاسم تخربتي سامة خافة وقال الوليدة انتي هي كل شي ساعاتك كتهمني بزاف دك شي علاش درت ليك خاطك كانت منة ترضاي عليا ديما وخاي وقع اللي وقع تحنا وباس ليها راسها وقال هاني مشيت رقية بالفرحة قالت اه غادي تهبط اوكي سبق انا غدا نجيب اسيل ونجي نزل مع الدروج وعلامات الحزن باين على وجهه ما بيناش عليه شي واحد عرسوليه شدات رقية في اسيل والبنات تابعينها وشادين في الفستان من اللور تلاقوا بإيلا في حد الباب وتسالمات مع اسيل ورافقاتها حتى هي وهبطوها بصغارية قل سوء اسيل في بلاستها وتوجه هات رقية لعن السيراج اللي واقف حدا الباب وقالت له فين خوك؟ قال لي هاسيراج على جاه وهي تقول له رقية اه راه تلاقيت به الفوق وراه نزل على ما شفتيحش قال لي هاسيراج لا كنت في الخارج وعد دخلت اجبد التليفون دياله وقال بلا تنسوني عليه قطع وقال تليفون دياله طافي وهي تقول رقية قاوي لي لما تقول هاش سير قلب عليه غادي يكون غير فيش بلاسة شوف مكتب بباك مشا سيراج بخطوات مسرعة كيقلب على صخر وباله مهانيش خايف يكون دار دكشي اللي على باله ما خلحته كنت مقلب فيه وملقاش لي بالآطر رجع عند أمه واللون مشا من وجهها قالت لي لقيت ايه فين هو قال ليك جاء اياك قال لي هاسيراج الوليدة صخر المشا رقية وهي مسدومة قالت فين مشا غادي يرجع اياك ما غاديش يحشم بيا قدام الناس ويتخلى على البنت نهار عرسها بدايت كتدخل وتخرج في الهضرة وقالت انا واعدت نزوجها لولدي ونعيشه مع بعض ويتجمعش منه ما يمكنش يخوي بيا هادو ماشي في عائل سخر قلدي اللي كان عرف سيراج قال الوليدة را هنتي السبب بقيتك الضغط عليه وزربتي عليه بحد الزواج اللي باينة اخرجو كون قاعد زوجها را ها غادي تطلقو ما فيهاش رقية رجليها فشلو عليها وشدات فيه وهو يقول لها سيراج الوليدة مالكي شنو واقع لي قالت ما بقيتش قادرا وقر قال لها سيراج اجي معايا شدت فيها وسندها عليه دخلها للمكتب وحطها فوق الفوت دي عايت على الخدامة شبلي هدوها ها وشكاس دي هما وسمع سيراج الباب تحل وبانت ليه خدامة داخلها ومورها را كان عطاتهم الدواء وخرجات قرب را كان عند رقية وسولها بقلق قال لها خالتي ياك شي بس ما كاي كتباني ليه ماشي هي هادي رقية قالت شين هار غا نموت بسبابه عمر مين سامح ليه لهاد الفعلة تخلع للبنت شنو دنبها هي را كان ما فهمش وقال لها شنو واقع هلا من كتها دري رقية قالت ساخر مشا قال لها را كان شنو ودار عند سيراج وقال فينا هو سيراج قال ليه باينا كان من الول مقرر ما غاديش يكن ملف هادي سواج الغلطة ماشي ديالو بوحده ديالنا كاملين اللقينا ساكتين هادي المسرحية را كان قال واش ما غاديش يتزوج بيها وفلت هو دابا قال ليه سيراج شكون عرف تليفون ديالو طافي را كان وقف بحال ليلة سفعطيه الحاجة الوحيدة اللي جات ليه في باله هو أن السخر ممكن يمشي عند غاديش وديك ساعة الظلمة تم خارج من المكتب حتى سمع صوت خالتو كي ينادي عليه وقف ودار عندها وإذا بيها كتصدم بكلامها قالت تزوج بيها انتا را كان تصدم وقال كيف عاش قالت ليه رقية لكن تعزيز عليك تزوج بي البنت غير مؤقتا ومن بعد تلقها ما نقدرش نشوف هكا الدل قدام العائلة والناس يشمتو فيها ما غاداش تستحمل را كان قال خالتي واش عاف راسك شنو كتقولي نتزوج بوحدة ما كنعرف هاش وزايدون أنا كنبغي وحدة أخرى وناوي قريب نتزوج بيها رقية قالت ليه غير مؤقتا الله يرضع ليك أشمن وجه باش غادي نشوف فيها ونقول لها صخر مشا وخلاك وخاها دي تجرح ولكن احنا الاقل كرمت هما تمرمدش قدام الناس را كان قال ما نقدرش خالتي ما نقدرش نزوج بوحدة أخرى من غير غادير وقفت رقية بصعوبة وقربت ليه وشدت ليه في ايديه وقالت عافو والديه الى ما دير فيها هاد الخير وكان واعتك ندير الليف جهدي باش تجمع انتو هاديك اللي كتبغي را كان بقى ساكت وقال موافق عنقات ورقية وقالت الله هرضع ليك أولدي عمري نساليك هاد الوقفة اللي وقفتي معانا قال سيراش را كان واش متأكد من قرارك را كان قال اه ولكن بشرط شاف خالته وقال تأكدي من ان الصخر يبقى بعيد على غادير وعمرك توافق علي هكا كلمة رقية قالت كان واعدك خرجوا من تماما ورجعوا للصالة اللي كانت في هالأجواء متطاربة كل شي كيتسنف لحريس بانت لهم رقية داخله والابتسامة اللي كانت على وجهات تمحات تابحة سيراج ورا كان ونعتاس بقيدها لرا كان باش يقلجن بأسيل مشا جلس مكره من الوضع ولكن ما كانش عندو خيار اخوه اسيل شافت را كان جلس في جنبها وهي تطلع عينيها وشافت في رقية بتساؤل وفي نفس الوقت حان لايلا حسات بشي حاجة ماشي هي هاديك تحنات عندها رقية وهدرات لها فودنيها قالت سمحي لي يا بنتي ولكن سخر معرفناش فين ذات حاولت هدني وما تنفاع ليش راب نادم خاصه غير يدي ما يعود ها را كان وافق يتزوج بيك دابا زواج على وارق مؤقتة ومن بعد تطلقه من اللي يرجع داك المسخوط الوالدين بعداته شافت بأسيل بحزن اللي الدموع بدهو كيتترسبو من عينيها لولا الطرحة اللي داير على وجهها كل شي كان غاديشوف دموحها وتزوج را كان بأسيل كل شي ما كان فاهم حتى شي حاجة ياك كان عرص صخر وهو اللي كان غادي يتزوج ايدا علاش را كان اللي دار العقد تساؤلات كتيرة كالدور فراس المدعوي وكان اللي فرح فقط لأن صخر ما تزوج وصلت غادي للدار اللي تغبات فيها تمات داخلة مع العمارة وهي تلقى راس هده الزاد فوق كتف صخر راسها لتحت ورجليها لفوق غوتات وضربات باشي نزدلها ساعة وعلو حلته موبيله خبطها مع الكرسي وسد ودار ركب وزاد بلاح تكلمة كتقول له نزلني وكترف الزاجة وكتغوته كتقول واعي بض الله هاد السيد خاطفني عتقوني راح مق وبغي يقتني جبدها صخر بالجهد وقال تيهدايا هاد البرهوشة واش بغياني نعطبك غدير حيدات حزام الأمان وقالت ولا بغيت نهبط خليني نمشي في حالي ما بغيتش نمشي معاك صخر حبس الفران بالجهد وقال واش بعقلك انا غادي طاير وانتي محيدة الحزام قالت غدير وهي مدابزة مع الباب بغت حل وحل قال لها صخر محالش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر